ينضم إلينا من الخرطوم محمد إبراهيم وراسل القاهرة الإخبارية محمد مرحبا ما هي آخر التفاصيل التي حملتها الساعات الماضية فيما يخص الاشتباكات بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع في الفاشر ومدينة بابنوسا الخرطوم بحري والخرطوم إلى جانب مدينة الفاشر عاصمة ملاد شمال دارفور ومدينة بابنوسا هذه المنطقة التي تتواجد فيها مليشيا الدعم السريع لكن الصورة الأبرزة في السودان أن الأوضاع الإنسانية صعبة للغاية وتحديدا في العاصمة القرطوم هناك انقطاع للتيار الكهربائي لعدة أيام ولعدة شهور في عدد من أحياء مدن العاصمة المتلتة إلى جانب انقطاع شبكات الاتصال وأيضا هناك انعدام للخدمات الطبية هناك مستشفى متوقفة حتى هذه اللحظة منذ اندلاع الحرب بحسب شهود عيان هناك اشتباكات في مدينة القرطوم بحري لكن اللافت للنظر أن هناك تقدما كبيرا للجيش السودان في عدة موحاور خلال اليومين القادمين نلاحظ أن هناك تحليق لطيران الجيش السوداني في سماع العاصمة القرطوم وإلى جانب مدينة ودمدني التي الآن يحاصرها الجيش بحسب معلومات من مصادر في المنطقة الأوضاع بصورة عامة هناك إحراس تقدم كبير للجيش السوداني هناك أيضا أوضاع إنسانية صعبة في عدة مدن وقرى في ولاية الجزيرة بسبب اندلاع الاشتباكات التي تدور حتى هذه اللحظات لكن الاشتباكات تتمحور في منطقة القرطوم بحري ومنطقة الكدر والشمال القرطوم بحري إلى جانب مصوى الجيلي الذي تحاصره القوات المسلحة السودانية وربما خلال الساعات القادمة ستكون هناك مواجهات عنيفة بمثل ما حدثت في محيط الإذاعة السودانية التي تم السيطرة عليها خلال الأيام الماضية بالنسبة للشقة السياسية لا يوجد أفق سياسي الجيش السوداني نلاحظ تصريحاته تصب في الحسم العسكري وكما نتابع أن الجيش ماضي في هذه العملية هناك اشتباكات في عدة جبهات وربما في اليومين قد تكون هناك ساعة الصفر في مدينة ودمدنية التي الآن تنتشر فيها مليشيا الدامة السريع بكثافة وتقوم بعمليات النهب وسرقات كبيرة في عدة أحياء وفي عدة مدن وفي عدة مراكز تجارية حتى هذه اللحظات الآن الأوضاع مضطربة في السودان بسبب اتساع النطاق المواجهات في العاصمة القرطوم وفي مدن السودان المختلفة وتحديدا مدينة الفاشر ولاية عاصمة ولاية شمال وكذلك مدينة باب النوسى ومنطقة القرطوم بحري إلى جانب القرطوم هناك أصوات متقطعة للأسلحة بحسب شهود عيان هناك ظروف إنسانية صعبة يعيشها أبناء منطقة القرطوم وتحديدا جنوب القرطوم منطقة جبرة والسلمة والأسهري الأوضاع عموما صعبة يمكن وصفها بالكارثية حتى هذه اللحظات شكرا جزيلا لك محمد إبراهيم راسل القاهرة الإخبارية كنت معنا من القرطوم شكرا لك